مما يعني في هذا أو في هذه الطريق أن تلزم صحبة الصالحين مهم جدا وإليه الإشارة الواضحة بقوله تبارك وتعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قلنا في الخطبة السابقة لم يقل كونوا من الصادقين المسألة ليست رهناً بماذا؟ بالإرادة أنني أريد أن أكون لا، ليس سهلة ليس سهلة لكن يعين على ذلك أن تلزمهم أن تداخلهم أن تلابسهم أن تكون معهم في معظم أحوالهم مهما كلف ذلك كما قال وري الله الرجل الصالح المبارك من علماء وعباد وزهاد بلاد الشام في عهد الراشد الخامس ابن عبد العزيز رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين عبد الله بن أبي زكريا عبد الله بن أبي زكريا قال للبسوا اللباس يعني تلبس اللبس وليس اللبس للبس المسوح الخرق والخلقان من الثياب للبس المسوح والأكل عالي المزابل مع الكلاب قليل في مرافقة الأبرار الله هذا يعلم لوازم الطريق مهما كلفني أن ألزم الأبرار والمقربين فضلاً عن الصديقين سأفعل لأن هذا طريق النجاة وكونوا مع الصادقين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا والمخاطب من؟ سيد الخلق وحبيب الحق صلواته ربي وتسليماته عليه وآله إلى أبد الآبدين ودهر الدهرين فكيف بأمثالنا؟ كيف بأمثالنا؟ الشيخ بشير الغزي كان من علماء بلاد الشام وأعتقد من حلب بالذات رضوان الله عليه هذا من طبقة شيخ شيوخ 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 المعاصرين من علماء حلب وعلماء الشام الشيخ بشير الغزي رضوان الله عليه عالم كبير ورجل صالح له أبيات في منتهى اللطف ذكرتها قبل سنين لكن لا بأس أي فأن الذكر تنفع المؤمنين في الدلالة على مدى أهمية وشرف ملازمة الأكابر من العلماء والصالحين تغير جوهر الإنسان تغير جوهر الإنسان وهذا سر وكونوا مع الصادقين كأنه يقول لتكونوا من الصادقين إذا أردت أن تكونوا من الصادقين فكن في البداية معهم سنين طويلة تتمالع عليك بعون الله تنقل ثم ترفع إلى رتبة هؤلاء الصادقين اللهم اجعلنا من الصادقين المخلصين لك برحمتك يا أرحم الرحيم يقول الشيخ بشير الغزي رضوان الله تعالى عليه في شعر لطيف وإن كان ملحونا في قافيته ضرورة القافية للأسف الشديد كما سترون من ناحية نحوية لحن يقول رأيت الطين في الحمام يوما بكف الحب أثر ثم نسم يتحدث عن أي طين عن التربة الحلبية المعروفة بالتربة الحلبية اسمها بيلون بورد اسمها بيلون بورد نوع من التربة الحلبية تستخدم للتطيب وتنظيف الجسم ولا أريد أن أصحب فيها معروف عنها كلام كثير بيلون بورد التربة الحلبية تحدث عنها طبعا قبل أن يغتسل الإنسان يضع هذه القطع الصغيرة وهي قطع مستطيلة يعني أسطوانية صغيرة توضع في الماء تنقع لفترة لساعات فتصبح لزيجة جاهزة للعجن ثم تعجن كالدقيق تعجن تماما وهذه يطلبها الجسم ترطبه تعطي الجسم رطوبة وتعطيه ريحا طيبة ريحا طيبة فلماذا؟ لأنها معجونة بماء الورد هذه الطينة تربة الحلبية أيضا تعجن بماء الورد وهي يقول رأيت هذه الطينة في يد الحبيب بكف الحب أثر ثم نسم رائحة طيبة فقلت له أمسكن أم عبير لقد صيرتني بالحب مغرم أجاب الطين أني كنت تربا صحبت الورد صيرني مكرم ألفت أكابرا وازددت علما كذا من يعاش للعلماء يكرم الله من ألطف ما يسمع ومن ألطف ما يقال رأيت الطينة في الحمام يوما بكف الحب أثر ثم نسم فقلت له أمسكن أم عبير لقد صيرتني بالحب مغرم طبعا لازم مغرمة كذا مكرمة لكن ضرورة كما قلنا أجاب الطين أني كنت تربا صحبت الورد صيرني مكرم ألفت أكابرا وازددت علما كذا من يصحب وقيل من يعاشر روايتان كذا من يصحب العلماء يكرم اللهم اجعلنا من أهل صحبة العلماء والأولياء والأتقياء والصالحين والصديقين عسى الله أن ينقلنا إلى مراتبهم ويسلكنا في صمتهم ونظامهم اللهم أمين هو هذا فهذا مهم جدا يا أحبة أن نحرص عليه لأن هذا الصالح لا يكون إلا في مذاكرة لا يكون معك إلا في مذاكرة في الخيرات في الأنوار في الأعمال والمبرات والمباركات ذكرت عبدالله بن أبي زكري من عباد الشام في وقته ومن أهل الحديث عنه حديث قليل والصحيح أنه أرسل عن الصحابة ولم تثبت له يعني طريقة في الرواية متصلة أرسل عنهم على كل حال عبدالله بن أبي زكري عرف عنه أنه لم يكن يغتاب أحد في مجلسه وكان يقول للناس إن ذكرتم الله عناكم وإن صرفتم عنه تركناكم قال هذا حياتي أنا أجلس معكم في ذكر الله في العلم في الصلاح والناس كانوا يحبون أن يتقربوا منه لأنه كان بساما طيب المعشر صالحا مجاب الدعوة حتى أن كبار علماء الشام قالوا من ردبة مكحول ومن ردبة مكحول كانوا يترددون أيهما أفضل عمر بن عبدالعزيز أو عبدالله بن أبي زكري يعدل بابن عبدالعزيز وكان عمر رضي الله عنه أرضاه يقربه ويدنيه ويجلسه معه على الكرسي كرسي الحكم يجلس هذا الصالح التقي والعجيب أنه تسبب في نهاية عمر بن عبدالعزيز نحن نعلم أن عمر الشيء بالشيء يذكر هذا ليس من موضوع الخطبة لكن سبحان الله حين ذكرته حضرني هذا عمر بن عبدالعزيز رضوان الله تعالى عليه وقدس الله وسره العزيز مات مسموما والأرجح أن أهله يعني أقرباءه أراباتهم الذين سموه لأنه سد عليهم أبواب الدنيا أن يتغولوا أموال المسلمين فكره هذا من ليس كبني أمهية ممن سبق من الخلفاء ولا ممن لحق كان نمطا مختلفا كان ناسيجا وحده رضي الله عنه وارضاه لكن ما السبب السبب الحقيقي هو عبدالله بن أبي زكريا يروي العلامة أبو القاسم بن عساكر في تاريخ دفرشق رحمة الله تعالى عليه أن عمر بن عبدالعزيز أعني أرسل إلى ابن أبي زكريا فأتى فقال له يا أخي أريدك في حاجة عدني أنك تلبيني فيها قال مع الإمكان أذكرها قال لا حتى تحلف قال مهما طلبت أفعل لك مهما طلبت أفعل لك قال لا حتى تحلف احلف فحلف والله لأجيبنك أي إلى حاجتك قال ادعو الله لي بالموت أن أموت قد كرهت هذه الدنيا وبرمت بها وكان يعني ابن نيف وثلاثين سنة لم يكن من حتى الخامس والثلاثين ابن نيف وثلاثين سنة الراشد الخامس كرهة الدنيا برم بها وهو أمير المؤمنين أعلى سلطة على الإطلاق في العالم لم يكن في وقته في العالم من يحكم مثل الرقع التي يحكمها هذا من ناحية تاريخي معروف فقال بئس وافد المسلمين أنا إذن وإني لعدو لهم آتي إلى نعمة أنعم بها الله على المسلمين فأحرمهم منها قال ها قد حلفت لي فرفع يدي ودع الله تبارك وتعالى لا يلحق ابن عبد العزيز ابن رفيق الأعلى فجاء ابن لعمر صغير قال يا ابن أبي زكريا وهذا فأني أحبه ولا أحبه فرأخه قال يا رب هذا الصبي فمات عمر ومات الصبي في هذه الرواية عند ابن أبي عساكر وعند غيره ممن نقلها وقال أيضا وألحقني بهما قالوا مات في جمعة واحدة ماتوا جميعا في جمعة واحدة مات عمر وابنه ثم لحقهم في الجمعة ذاتها هكذا في الرواية وإلا المعروف أن ابن أبي زكريا توفي في خلافة هشام ابن عبد الملك سنة سبعة عشرة ومئة الهجرة كما قال أبو الحجاج المزي وغيره يبدو هذا الأرجح لكن قصة إيه الدعاء هذه تقريبا يعني يتناقلها العلماء الكبار رجل صالح انظروا رجل صالح مجرد أن يرفع يدي يلبيه الله في أمير المؤمنين في راشد الخلفاء الخامس خامس الراشدين هذه كرامة ولي الله على الله تبارك وتعالى